اقترب مسؤول نادي النصر السعودي من حسم صفقة التعاقد مع البرتغالي ويليام كارفاليو لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وبحسب ما نشرته جريدة الشرق الأوسط فإن إدارة نادي النصر سوف تدفع مليوني يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد البرتغالي ويليام كارفاليو مع ريال بيتيس من أجل ضمه هذا الصيف وأكدت الجريدة أن إدارة نادي النصر اتفقت مع البرتغالي ويليام كارفاليو على البنود الشخصية في عقده مع الفريق وأوضحت الجريدة أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لعب دورا كبيرا في إقناع مواطنه ويليام كارفاليو بالانتقال لصفوف نادي النصر هذا الصيف بسبب العلاقة القوية بين الثنائي وشددت الجريدة على أن إدارة نادي النصر وعدت البرتغالية كريستيانو رونالدو بالتعاقد مع صفقات قوية هذا الصيف من أجل تدعم تشكيلة العالمي للموسم المقبل للمنافسة على كل البطولات وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو انضم لصفوف نادي النصر في يناير الماضي بصفقة انتقال حر بعقد لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو كراتب سنوي